بسم الله الرحمن الرحيم في المحاضرة الأولى من الأسبوع الحادي عشر سوف نستكمل ونتحدث عن سقوط معاملة التنفيذ نصة المادة 165 من قانون التنفيذ على أمن الأسناد التنفيذية المودع بدائرة التنفيذ لأجل التنفيذ إذا تركها صاحبها دون تعقب ستة أشهر متتالية اعتباراً من آخر معاملة نصت بشأنها بوقف تنفيذها حتى يقدم طلب التنفيذ يفهم من هذا النص أنه في حال تقديم سنة التنفيذ إلى دائرة التنفيذ وأهمل وترك هذا المستمد لمدة ستة أشهر متتالية تعتبر هذه المدة مدة سقوط معقد بحيث يتم حذفه من جدول أعمال الدائرة فإذا ما عد صاحب السنة التنفيذ فطالب تجديد معاملة التنفيذ دون إبداع أسباب للترك أو الإهمال يتم إعادته لجدول أعمال الدائرة والبدء فيها من آخر إجراء وصلت إليه كذلك نصة المادة هي 41 على أنه إذا لم يتابع الدائم بلا عذر مشروع المعاملة مدة سنة من تاريخ وضع الحجز وطلب المحديوز على ماله غير المنقول رفع الحجز وجب على دائرة التنفيذ أن تختر الحاجز بالأمر حتى إذا مر شهر على إخطاره أو الإعلام إذا كان مجهول محل الإقامة دون متابعة الدائم للمعاملة وإيقاظ التنفيذ أن يقرر رفع الحجز إذا رأى أن في ذلك تحقيقا للعدالة تبين من هذا النص أن المشرع أجازة لجائرة التنفيذ بناء على طلب المدين فك الحجز الواقع على الأموال الغير المنقولة إذا ترك الحجز متابعة المعاملة معاملة الحجز لمدة سنة من تاريخ إيقاء الحجز على أنه يتوجب على دائرة التنفيذ قبل البد بفك الحجز إبلاغ الحاجز بهذا القلب في مكان محل إقامته فإذا كان مجهول محل الإقامة يتم إبلاغه وفق نص المادة العاشرة من قانون التنفيذ والتي جاء نصها إذا كان المدين مجهول محل الإقامة يأمر قاضي التنفيذ بتبليغه بورقة تبليغ تعلق نسخة منها في موقع بارز في محل إقامته الأخير ونسخة أخرى في ديوان دائرة التنفيذ وتنشر النسخة الثالثة في إحدى الصحف المحلية فإذا لم يحضر الحاجز بعد انتهاء مدة الشهر أجابت دائرة التنفيذ لطلب المحجوز على أمواله الغير منقولة وإن حضر وأبدأ أذرا مقبولا أمام قاضي التنفيذ يقمر بالسير بالمعاملة من المقبضة التي وصلت إليها المعاملة وتجبر ملاحظة في هذا السياق يمكن تطبيق هذا الحكم بالقياس على الأموال المنقولة لوحده لوحدة العلة والسبب ثانيا ننتقل إلى موضوع آخر ألا وهو السمدات التنفيذية طبعا بما أن قاضي التنفيذ يخفص بسلطة التنفيذ الجبري سواء طريقة التنفيذ المباشر أو التنفيذ بطريق الحجز والعزع الملكية فإن هذا التنفيذ مشروب بوجود مسور شرعي ونظامي وهو يسمى بالسند التنفيذي الذي يجعل منقاض التنفيذ مختصا في ذلك الإجبار وهذا ما أشارت إليه المادة تمانية فأقرأوه من قانون التنفيذ حيث نصت لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذ إقضاء الحقوق الحقوق مؤكدة في يدودها ومحددة في أطرافها ومعينة في مقدارها وحالة الإله الأداء ونصت الفقر الثاني من ذات المادة على أن السندات التنفيذية على سبيل الحصر بحيث لا يجوز القياس عليها حيث جاء مفادها الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية القضائية والصلح التي تصدق عليها الأنحاكم النظامية والشرعية وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ والسندات الرسمية والأوفية وغيرها من الأسناد التي يعطيها القانون هذه الصفة وبناء على ما تقدم سوف نتحدث عن السندات التنفيذية نظراً لقرورة السندات التنفيذية في مجال التنفيذ الجبري من حيث فعاليته في تحريك الإجراءات التنفيذية دون عرض الأمر على القضاء وقد نص المشرع على السندات التنفيذية على سبيل الحصر دون أن يترك تحديد هذه السندات لمطلق تقرير القضاء أو القائم بالتنفيذ وخاصة في المواد 8 فقرة 2 مادة 38 والمادة 39 و36 و27 من قانون التنفيذ وترتيباً على ما سبق سيتم تناول السندات التنفيذية وذلك على التواني أولاً الأحكام ما هي الأحكام؟ تعد الأحكام من أهم السندات التنفيذية وعلىها درجة كونها تصدر بعد إجراء تحقيق كامل متضمنة تأكيداً قضائياً للحق الموضوعي كما تعتبر من أكثر السندات شيوعاً في الحياة العملية وأقواها حجة لأنها تصدر في مواجهة المدين وإذا بعد تبليغه بموضوع الحق ومنحي كافة الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه أمام خصونا بل أنها لا تصدر في بعض الأحيان إلا بعد إجراء البحث والتطبيق والأحكام التي تدخل في نطاط دراستنا دراستنا هي الأحكام الصادرة في المسائل المدنية والتجارية سواء كانت متعلقة بالمسائل العينية أو مسائل الأحوال الشخصية أما الأحكام الصادرة عن جهاد القضاء الإداري فإنها تحضر النصوص خاصة حددها القانون كما أن الأحكام الصادرة في المسائل الجزائية القاضية بفرد غرامة أو بما يجب رده من أشياء أو بتعويضات فترسم ذات تنفيذية بالمعنى الوارد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وينفذ بالقرق التي رسمها القانون ثانيا الشروط الواجب توافرها في الأحكام لتنفيذها كي يكون الحكم قابلة للتنفيذ لا بد أن تتوافر فيه الشروط الآتية أولا الشرط الأول أن يكون الحكم من أحكام الإلزام وحكم الإلزام هو الذي يقضي بإلزام المحكوم عليه بأداء شيء معين فهذه الأحكام لا تحقق هدفها إلا إذا أجبر المدين على تنفيذ التزامي والأصل أن يتضمن منطوق الحكم طبيعة الإلتزام إلا أنه يمكن أن يرد في أسباب الحكم فتثبت له القوة التنفيذية سواء ورد في منطوق الحكم أو أسبابه أما الأحكام المقررة أو المنشأة لا تصفف سندة للتنفيذ الجبل والحكم المقرر هو الذي يؤكد وجود حق معين أو عدم وجوده دون أن يقضي بالإلزام المحكوم عليه بأداء ما مثل ذلك الحكم بجبوت ملكية أو براءة الذمة أو بصحة عقب أو بطلانه والحكم المنشئ هو الذي يقرر إنشاء أو إنهاء أو تعديل مركز قانوني معين مثال ذلك الحكم بفسق عقب أو التطليق فالحكم المقرر أو المنشئ يحقق الهدف منه ويحقق الحماية القضائية الشرط الثاني أن يكون الحكم نهائيا ومشمولا بالنفاذ معنى أن يكون الحكم قد استنفذ كافة طرق الطعام المقرر قانونا أو أن يكون حكما ابتدائيا ولكن مشمولا بالنفاذ المعجل سواء بحكم قضائي أو بقوة القانون ونظر لأهمية النفاذ المعجل سيتم دراسته مستقلا بعد أن نبين أثر الطعام بالاستئناف على التنفيذ أولا أثر الاستئناف الطعام بالاستئناف على التنفيذ يقع الاستئناف على المحاكم الابتدائية وهذا ما قفرته المادة التاسعة فقرة أولى بحيث أنه لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة ما جام الحكم فيها قابلة للاستئناف فالحكم النهائي هو الذي يمكن تنفيذه إلا إذا كان من الأحكام المشمولة بالنفاذ ثانيا أثر الطعام الطعام غير العالي على التنفيذ بيّن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الآثار المترتبة على الطعوم سواء تعلق الأرض بالطعام بالنقض على التنفيذ في المواد 240 و247 و255 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث أشارت المواد الثلاث باحتفاظ الحكم بصيغته كسنة تنفيذي تجوز التنفيذ بموجبه ولا يكون لتلك الطعوم أي أثر على التنفيذ بل يكون للمحكمة المقدمة إليها الطعام أن توقف التنفيذ بناء على طلب يتم تقديمه بسواء بكفالة أو بدونها إذا توافرت شغوط معينة وذلك على النحو الآثي أن يطلب المنفس بالضبط في لاحة الدعوة المرتبطة بالطعام أو في طلب مستقل يرفق بلاحة الطعام من الخشية من وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا استمر التنفيذ إذا توافر هذا الشرطان فللمحكمة سلطة تقديرية في هذا الشأن فإذا وافقت على وقف التنفيذ فلها أن تربط هذه الموافقة لتقديم كفالة أو بدونها والآن سوف نتحدث عن النفاذ المعجل أحيانا قد يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون حالة ما إذا ورد مص في القانون يقرب شمول الحكم الصادق في مسألة معينة مثلا نجد المادة أشياء من قانون التنفيذ قد نصت على أنه التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة أي كانت المحكمة التي أصدرتها ما لم ينص ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة ويستفاد من هذا النص أن التنفيذ المعجل يقترم بالأحكام المستعجلة بقوة القانون بدون كفالة وهو الأصل غير أن القانون أعقل قاض إذا خشي أضرارا يصيب المحكوم عليه نتيجة النفاذ المعجل إلزام المحكوم له بتقديم كفالة قبل إجراء التنفيذ هذا ولم تتضمن نص المادة عشرين أمثلة لم يعد أمرا مستعجلا لذلك يمكن اعتبار الأمثلة الآتية من الأمثلة على الأمور المستعجلة واحد ما أشارت إليه المادة 102 من أصول المحاكمات حيث جاءنا الصداء لا يجوز لمن يخشى عدود ضرر محتمل من فوات الوقت أن يقدم طلبا إلى قاضي الأمور قاضي الموضوع في نظر هذا الطلب تبعا للدعوة الأصلية ثانيا ما أشارت إليه المادة 11 قصول محاكمات يجوز لقاضي الأمور المستعجلة عند إصداره قرار بمنع المستدعى ضده من الصفر بناء على أسباب جدية تبدأ إلى الاعتقاد بأنه على وشك مغادرة فلسطين أن يكلف المستدعى بتقديم كفالة مالية لضمان ما قد يصيب المستدعى ضده من عقل أو ضرر إذا تبين أنه غير محق في دعوة وكذلك ما أشارت إليه المادة 112 أصول حيث جاء مصها يجوز لمن قطعت عنه المياه أو طيار الكهرباء أو غير ذلك من المرافق الخدماتية الضرورية أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إعادتها وفقا لأحكام هذا الفصل وكذلك مادة 113 حيث من عصول المحاكمات حيث نصت يجوز لمن يخشى ضياء معالم واضحة أو إحداث تغييرات من شأنها أن تمس مركزه القانوني سواء قبل إقامة الدعوة أو أثناء نظرها أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إثبات الحالة لمعرفة من دوب المحكمة ومن المستدعى ضده من إجراءة تغييرات لحين البت في الدعوة خامسا الأحكام القضائية بتسليم الصغير وفق ما أشارت إليه المادة 21 من قانون التنفيذ حيث جاء مصها التنفيذ المعجل بلأي الكفالة واجب قوة القانون للأحكام الصادرة بتسليم صغير أو رؤية أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن للزوجة أو النفقة المطلقة أو للأبناء أو للوالدين ستة الأحكام المتعلقة بالمواد التجارية وفق نص قائل مادة 22 من قانون التنفيذ حيث جاء مفادها التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة وتركيباً على ما صبع نستطيع أن نقول لا يكون الحكم نافذاً في المواد التجارية إلا إذا ألزم المحكوم له بتقديم كفالة مالية حماية من المحكوم عليه والكفالة عادة تخضع لسلقة القاضي التقديرية وفقاً للطبيعة الموضوع المطروح بين جيه حتى ولو لم يقبها المحكوم عليه ثانياً النفاذ المعجل القضائي يقصد به النفاذ الذي يستمد من أمر القاضي ولا يقضي به من تلقاء نفسه وإنما بناء على طلب صاحب المصلحة في أي حالة تكون عليها الدعوة بشرط أن يقدم الطلب قبل نقفال باب المرافعة والنفاذ المعجل قضائي أمر جوازي لقاضي الموضوع إما أن يأمر به إذا توافرت أسبابه وله أن لا يأمر به رغم توافر حالاته وله أن يشمل قراره بكفالة أو بدونها إلا أن قاضي الموضوع يأخذ بعين الاعتبار عندما يقضي بشمول حكمه بالنفاذ المعجل رجحا حق المحكوم له ثانيا الخشي من أن يلحق ضررا جسيما لمصلحة المحكوم له نتيجة التأخر وكذلك يقضى للسلطة التقديرية القاضي وهذا ما أشارت إليه أيضا مادة 23 من قانون التنفيذ حيث جاء مفادها يجوز المحكمة بناء على طلب من دو الشأن أن تأمر بشمول حكمها بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة إذا قررت رجحان حق المحكوم له وكان يخشى من تأخير التنفيذ حقوق الضرار جسيمة بالمصالحين أما عن نظام الكفالة وضع نظام الكفالة ليكون ضمانا لإعادة الحال إلى ما كان عليه إذا صدر حكما أو أمر بإلغاء الحكم المشمول بالنفاذ المعجل وظالما أن الكفالة هي ضمان يقدمه المحكوم له حتى يتسنى له تنفيذ الحكم تنفيذا معجلا قبل معاده فلا تكون واجبة إذا كان التنفيذ عاديا وكان الحكم حائزا لقوة الأنطن المقضي به أما إذا كان المحكوم له ملتزم بتقديم كفالة سواء بموجب نصطاني أو حكم قضائي فلا يجوز له أن يبدأ إجراءة التنفيذ الجبل إلا بتقديم الكفالة وإلا كان التنفيذ باطلا والكفالة وفق أحكام نص المادة 23 قد جعلت الحكم بالكفالة جوازيا وفق القضية المنظورة أمامه إما أن يأمر بها أو يمتنع عن الأمر بها فإذا أمر بها أخضعت المادة 24 من قد من تنفيذ تقدير الكفالة المطلوبة بسلطة القاضي التقديرية من حيث نوعها ومقدارها بحيث تراعى في ذلك آثار التنفيذ المعجل إذا ما صدر حكما بإلغاء الحكم المشهول بالنفاذ المعجل هذا وقد حددت المادة 25 من قانون التنفيذ طريقتين لتقديم الكفالة الطريقة الأولى إذا كانت الكفالة المعمور بها تقديم كفيل يجب أن يكون معيصورا بنك مثلا بحيث يضم ذمته المالية لذمة المحكوم له لفقية الضمان الذي يحصل عليه المحكوم وأن تتوافق في الكفيل ملاءمة ذمته المالية لما تكون عليه الكفالة حتى لا يستطيع المحكوم عليه من الرجوع عليه حال إلغاء الحكم المشهول بالنفاذ كما أوجبت على الكفيل تحرير محضر بالكفالة لدى قلم الكتاب وقع عليها الكفيل متضمنا تعقد بالكفالة وفي حالة إلغاء الحكم الذي تم التنفيذ بمقبضاء تبرت محضر تحرير الكفالة سندا تنفيذيا قبل الكفيل دون الحاجة بصدور حكم أما عن الطريقة الثانية تحدثت عنها المادة 25 فقرة 2 حيث اعتبر أنه إذا كان الأداء المحكوم به شيئا آخر غير النقود كما لو كان الشيء منقولا معينا بالذات أو عقارا معين وكان الأمر يتطلب تسليم هذا الشيء لحارس يجب أن يكون هذا الحارس ميسورا وأن يقوم بتحرير محضر لدى قلم المحكمة مبينا فيه قبوله لهذه الحراسة والالتزام بالقيام بكافة الواجبات التي تحتاجها تلك الأشياء أما في حالة إلغاء الحكم فلا يحتاج المحكوم ضده إلا حكم جديد لاسترداد ما أو فاه ويستطيع المنفذ ضده المطالبة بالتعويم عما لحق به من ضرر تأسيسا على نص المادة 18 فقرة 3 من قانون التنفيذ أما عن وقف التنفيذ المعجل محكمة الاستعناف هذا الأمر تحدث عنه المشرع لحيث أجازب للمحكوم عليه أن يطلب وقف الحكم المشمول بالنفاذ المعجل أمام المحكمة التي تنظر الطعام وحتى تمارس تمارس المحكمة وقف التنفيذ المعجل يجد توافض الشروط التالي شرط الأول طلب لوقف التنفيذ إذ لا يجوز المحكمة أن تنظر الطعام أن تعترض تتعرض لمسألة وقف النفاذ المعجل من تلقاء نفسها إلا بناء على طلب من المحكم عليه على اعتبار أن المسألة على أن مسألة النفاذ المعجل ليس من النظام العام وإن طلب وقف التنفيذ وأن طلب وقف التنفيذ هو وقتي متميز عن الطعام الأصلي في الحكم أما الشرط الثاني أن يطعن المحكم عليه في الحكم بالاستيناف لا يجوز الطعام بالاستيناف بطلب يقتصر على وقف التنفيذ لأن الطلب وقف التنفيذ لا يكون مقبولا إلا إذا كان هناك طعام بالاستيناف في الحكم المطلوب وقف تنفيذي على اعتبار أن طلب الوقف وحده ليس طريقا للطعام وإنما هو وسيلة ألقاه القانون للمحكم عليه للحصول على حماية القضاء لحقه المحتمل الموجود والمرتبط أيضا باحتمال إلغاء الحكم أما عن الشرط الثالث أن يتم تقديم الطلب قبل تمام التنفيذ إذ لا بد أن يقدم طلب وقف التنفيذ المعجن إلى محكمة الاستيناف قبل إتمام إجراءات التنفيذ اللاهقة لرفع الطلب وليس للإجراءات السابقة لأن ما سبق إتمامه لا يرد على الوقف بل يرد على الإلغاء أما عن الشرط الرابع أن يخشى من التنفيذ المعجن وقوة ضرر جسيم من استمغار التنفيذ وهذا مطلوب بسلطة المحكمة التقديرية إلا أن المشرع لم يفرق بين الضرر الجسيم الذي يمكن تضاروه والذي يتعذر تضاروه أما عن سلطة المحكمة بنظر الطعام المتعلق وقف النفاذ المعجن يدخل في نقاط اختصاص محكمة الاستيناف الفصل في طلب وقف التنفيذ المعجن إذا توافرت شروق الوقف في أقرب جلسة لها ويكون ذلك قبل الفصل في موضوع الاستيناف المرفوع تبقى لنص المادة 19 فقرأوا لها من قانون التنفيذ فإذا تغيّن للمحكمة من أسباب أخطاد أنه يرجع إلغاء الحكم جاهز لها أن تأضر الوقف في التنفيذ وفق ما تبين لها من أسباب والمحكمة كان حصر دورها في هذا الشأن إما الأمر بالوقف أو رفض الطلب ويكون الحكم في طلب الوقف وقتيا وقد أعطى المشارة للمحكمة سلطة تستطيع بمجبها ولا التقديم كفالة لتحقيق حماية مصلحة المحكم له عندما تأمر بوقف التنفيذ إذ يتوجب على المحكم عليه تقديم كفالة أو إداء ما يحكم به عليه فهنا يتحقق التوازن بين مصلحة كل من المحكم له والمحكم عليه والحكم الصادف في طلب وقف التنفيذ حكم وقتي لا يقيد المحكمة عند وظر الطعام في الموضوع ومن ناحية أخرى للمحكمة بناء على طلب ذو الشأن أن تعدل عن حكمها إذا تغيرت الظروف التي صدر فيها هذا الحكم ولهذا إذا قوت المحكمة برفض الطلب فإنه يجوز تقديم طلب جديد لوقف التنفيذ إذا ظهر خطر جديد لم يكن ماثلاً عند نظر الطلب الأول وسواء صدر حكم وقف التنفيذ أو برفض وقفه فإنه يقبل الطعام عليه باعتباره حكماً وقتياً وبهذا سوف نتحدث أيضاً عن اللي هو التنفيذ بموجب مسودة الحكم وهذا النص قد بيّن أن شرط التنفيذ بموجب مسودة الحكم يكون في حالات الضرورة القسوة أو التي يكون التأخير فيها ضاراً بالدائن ويكون ذلك بناء على طلب كتابي من الدائن قبل إعداد النسخة الأصلية للحكم وبدون تبليغه وفي هذه الحالة يخضى قلب التنفيذ بموجب مسودة الحكم للسلطة التقليلية للمحكمة فإذا ما أمرت به يجب أن يكون الأمر صريحاً حيث يتم تسليم أمر التنفيذ إلى كاتب المحكمة الذي يقوم بتسليم مسودة الحكم إلى دائرة التنفيذ وبعد الانتهاء من التنفيذ تقوم دائرة التنفيذ بأجاه بسودة الحكم إلى المحكمة ولا يتسلم الخصوم الحكم إلا بعد الانتهاء من إعداد النسخة الأصلية ولا يكون لهم سوى الإطلاع على منقوق الحكم وبهذا نكون قد متهينا من هذه المحاضرة وسوف نستكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر